بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مهندس أمير عجيزي وحييكم في حلقة جديدة من حلقات هدوب العربي والحلقة النهاردة هي الحلقة رقم 21 فهنكمل ان شاء الله الحديث عن فلوم ونهش في تفاصيل اكتر عن فلوم وازاي بيشتغل وما الى ذال طب يلا بينا الحقيقة بداية كده انا عاوز بس اعمل شوية يعني تعليقات كده على المثال اللي احنا اخدناه في المرة اللي فاتت او في الحلقة اللي فاتت اللي هو كان كنا بنعمل ايه كان عندنا في سورس فايل او سبولنج دايريكتوري كنا بناخد منها الفايلات اللي بتكتب فيها ونعرضها على الكونسول من خلال اللوجر اللي هو السينك بتاعنا طيب جميل جدا وكان عندنا طبعا للشانل بتاعتنا اللي هي كانت طيب بتاعتها كان كان فايل طيب هاي الحقيقة اه فلوم بيستخدم اه حاجة اسمها ترانزاكشنز من اسمها تقدر طول كده عملية ايه اه يعني التحويلات او اللي هي اه بيسموها في البنوك اللي هي اه نقل الرصيد او حاجة زي كده او عملية تنقلات يعني نقل العملية تنقل البيتات مابين وما بين المسارτεين وما بيسموها قم بيسموها т tough داي في استخدم عملية تطول دي عشان ينقل البيتات من البيتاتات Shimab ومن الخلالة يراني طيب هاي الجدده زي ما كلنا برده ان lagi يعني في المثال اللي احنا قلنا المرة اللي فاتت ان عندنا كان هو عبارة عن فايل جميل جدا فهو الفايل ده لما بيبدأ ينقل منه ويخلص تماما عملية دي يعني بتاع دي تتنقل كلها كده خلاص كده بتاعي تمام زي عمل الشغلانة بتاعته وكده يقدر نعمل او نمارك ده على انه زي ما شفنا الحلقة اللي فاتت طيب وبعد كده مش هقدر عمله او مش هعمل له بروسس تاني طيب جميل جدا طيب فرضا يا سيدي وانا بنقل مثلا بقى اليفنتات دي اليفنتات الوقت بقت موجودة عندي في الليتشانل عاوز اني نهل السنك فرضا انا بنقلها للسنك حصل مشكلة مثلا بتاعي فايل او حصل له عملية او اي حاجة فالترنزاكشنز الحقيقة دي مش هتضيع هي هتفضل موجودة واليفنتات برضو بتاعتي هتفضل موجودة في الليتشانل وسيتم اعادة نقلها مرة تانية للسنك بعد اما مرة تانية النقطة دي هتوضح اكتر كمان شوية طيب الحقيقة في الليتشانل اللي كنا مستخدمينها عندنا المرة اللي فاتت كان هو يعني ليه خاصية كويسة جدا زي ما احنا شايفين قدامنا اللي هي يعني الحاجة اللي فيه ما بتروحش الحاجة اللي فيه الحاجة اللي في الكتب فيه ما بتروحش فكان عندنا اللي بتعادتنا فايل فايف انت هتكتب فيها فمش هيروح حتى لو بتاعي راستر الحقيقة في حالة تانية ان هدوء اللي بيستخدم ان اللي بتاعه بيبقى طبعا زي ما احنا عارفين لو حصل مثلا عندي مشكلة في او حصل مثلا الكهرباء اعطيت او اي حاجة فكل حاجة في الممري فين هتضيعوا كل سنة وانت طيب ففي الحالة في حالة الممري اللي بتبقى بتبقى موجودة فيها لو حصل مشكلة عندي اليفنتات كلها اه بتضيع طيب وطبعا ده لا شك لا شك ان الممري طبعا افضل من الفايل بكتير لان الممري طبعا يعني اسرع بتاعتها اعلى من الفايل الشانل طيب هاي يعني يتبين من الموضوع ده ايه من الكلمتين اللي احنا قلناهم ان كل لازم هيوصل مرة واحدة على الاقل طب جميل جدا معنى كده مرة واحدة على الاقل معنى كده ان ممكن يحصل عندي ايوة ممكن يحصل عندي ممكن يحصل عندي ازاي مسلا يا سيدين خليني مسلا انا الوقتي اه كسورس جميل جدا بكتب فين بكتب اه في المثال السابق ده يعني خلينا نتكلم عنه بكتب بتاعتي على الكونسول جميل جدا وباخد من السورس وبكتب في السينك اللي هو بتاعي او بتاعي طيب جميل جدا انا الوقتي باخد لاينات الاول من السورس بوديها على جميل جدا. الجميل بتودي وكتبت بعض السطور. طيب فرضا عندي حصل بقى مشكلة في الوقت ده. والاوجين بتاعي فيل. طيب جميل ايه لا يحصل بقى? كده بقى في عندي موجود ايه? كده بقى في عندي بقى في عندي بعض الافنتات موجودة في الجميل لسه ما تكتبتش في السينك. موجودة في التشانيل ما تكتبتش في السينك. طيب هي هتفضل في التشانيل. طيب لكن بقى لما يراستر مرة تانية هيعمل ايه? اه ده هيروح للسورس. هيروح للسورس ويعيد كل حاجة او يعيد الايفنتات من الاول. فبالتالي انا بقى عندي ايفنتات اتكتبت جميل جدا. وايفنتات لسه في ما تكتبتش. جميل جدا. طيب ايه اللي هيحصل لما افتح لما هروح اجيب الايفنتات من الاول تاني واعدها واكتب اللي كانت كتب اصلا واكتب كمان اللي كان في واوديه على يعني كده حصل عندي اهو يعني في السطور اللي كانت اتكتبت قبل ما يفيل وبعد ما هعدها تاني فده حصل عندي في الحالة دي. يعني مسلا خلينا نبسط الموضوع شوية. انا عندي مكتوب في السطر الاول مكتوب في مسلا ايه امير السطر الثاني احمد السطر الثالث اه علاء السطر الثالث اه رابع اه مش عارف ايه. طيب جميل جدا. انا الوقتي كتبت اه امير في في عفوا. ماشي? ده عندي كان فيه الفويل ده امير واحمد وعلاء اه وديت امير على وبعدين كتبت امير على طب جميل جدا. بعدين وديت السطر الثاني احمد على بس حصل ايه? حصل فيه فكده بقى احمد متعلق في بس لسه ما راحش للسانج. طيب لما يقوم تاني هيعمل ايه? هيقوم راه على الصرف هيقوم كاتب من الاول ايه تاني? هيكتب امير و었어. فيه احمد وعلاء. فيقوم ودي امير تاني? يدول كتب بقى امير على اللي كان موجود في السينك. ويوصل احمد اللي كان هو موجود في ويكتب علاء. فبقى موجود عندي في السينك بقى موجود عندي امير امير abraiği على عكس كان موجود امير احمد علاء فبالتالي ده ايه حصل عندي ارجو اتمنى يا رب ان النقطة دي تكون يعني وضحت يعني بشكل كويس طيب هاي الحقيقة الفلوم السيمانتك ده اللي هو ده يعني قد يبدو انه هو يعني سيء لان طب انا مش محتاج دي يعني دي غالبا في اغلب الاحيان بتبقى يعني حاجة احنا مش عايزينها حاجة احنا مش عايزينها لكن اه لما نيجي نشوف بقى في او في الحاجة ده يعني بتبقى مقبولة جدا لايه? انا لو عاوز اعمل السيمانتك اللي هو يعني الحاجة تتكتب مرة واحدة بس ده الحاجة بتبقى مكلفة جدا في عملية يعني ايه? اه يعني مثلا انا كتبت بعض الحاجات اهو في وهجأ اقوم تاني فهجأ اطلب من اصلا اخليه يروح على يشوف ايه اللي كان مكتوب فيه ويقعد يعمل العملية دي انت مكتوب لا انت مكتوب اه ويقعد يعني ايه? فيها مكلفة شوية فيها مكلفة شوية انا كده بريحه وبقول له اكتب يعمل اللي عندك على طول ما تروحش تشيك ايه اللي تكتب وايه اللي ما تكتبش جميل جدا فده احنا بنبص الموضوع عملية بتبقى من حيث عملية البروسيسنج تبقى مكلفة شوية طيب هاي ده الحقيقة اللي بيميز فلوم عن غيرها من السيستمات التانية اللي هي بتستخدم اللي هي انظمة الماسجينج فيه او اللوجينج فيه او 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 ده يعني اه ربما حاجة كويسة في فلوم طيب هاي بعد كده طبعا موضوع ده ممكن ان احنا نبقى نعمل اللي موجودة عندنا او اللي حصل لها عملية ممكن باستخدام ما بريدوس او او غيرها طب جميل بعد كده هنتكلم برضو ككومنت كده على ازاي العمليات بتحصل يعني للكفاءة ان هو ما بيجيش مسلا على كل وينقله الواحدة ويعمله خاص بيه لا هو بيعمل عملية يعني بيقسم الشغل كده ايه على يعني ايه باتشات يعني مسلا عندي فيه الف سطر مثلا فايه هقسمهم مسلا كل ميت سطر وابدأ احض كل ميت سطر ودول حطهم في وانقلهم يعام على وانقلهم على بتاعي فباخد كل يعني ايه مجموعة كده مع بعض وعمل لهم وابدأ اعمل لهم وترانزاكشن وانقلهم سواء في بتاعي ده طبعا بيبقى افضل في عملية خاصة كمان لو احنا بنتكلم عن المثال بتاعنا ان احنا كنا بكتب في وده طبعا كل بيحتاج ان انا اعمل وكمان ده طبعا حاجات موجودة في الناس عارفة هتبقى تبقى فهمة الكلام بتاعي لكن يعني لو حضرك مش عارف مش مشكلة خالص يعني فالفكرة ان انا بعمل لكل مش لكل لان لو عملت لكل عفوا ان لو عملت لكل هتبقى برضو مكلفة جدا وطبعا ده ممكن ان انا اعدل فيه ممكن احدده يعني الموضوع قابل للتعديل والتغيير وطبعا ده بيتحدد من خلال اللي انا بتعامل معه يعني ايه لو انا بتعامل مع مع فمن خلال الخاصية اللي احنا او الطريقة اللي احنا تعلمناها الحلقة اللي فاتت في ازاي ان انا بكتب بتاع السورس او بتاعتي اه بكتب من خلالها ان بتاعي كزا اه وهكزا برضو لو عندي بتاعي كزا اه وهكزا برضو لو عندي بحدد من خلالها الباتش سايز بروبيرتي وكذلك السينك بحدد له برضو طيب نيجي للنقطة اللي بعد كده وهي وهو ده يعني الحاجة الرئاسية اصلا اللي احنا بنتعامل معها في يعني غالبا او الشائع ان هو بيبقى السينك بتاعنا لان عادة انا بنقل مسلا قلنا زي ده بينقل مسلا لوج فايلز سواء من ويب سيربرز او غيرها بنقلها فين باخد الفايلات دي بتاع اللوج فايلز بنقلها فين عندي عشان بعد كده اقدر اعمل عليها طيب يبقى ده هو بتاعنا او بتاعنا في المثال السابق احنا استخدمنا السينك بتاعنا زي ما احنا فاكرين كان اللوجر اللي هو اللوجر اللي انا بكتب على الكنسول طيب الوقتي انا مش عاوز اكتب على الكنسول انا عاوز اخد التغيرات دي او الفايل اللي الكتب في السورس ده وانقله عندي في الاتش الاتش اي اف اس سينك كفايل برضو طيب الحاجة ده هيتم من خلال يعني تعديل بس في المثال السابق هنعدل بتاع السينك بتاعنا يعني كل حاجة هتبقى زي ما هي السورس والشانل زي ما هم بس هعدل بتاع السينك بتاعي زي ما احنا شايفين هنا نفس بتاع السورس لكن نجي نشوف هنا بقى السينك هنا بقى يعمل ايه وهم سمينا سينك واحد طبعا زي قبل كده في عندنا بتاعه بقى ايه جميل جدا طيب الباث بقى بحدد الباث بتاع اله ده ده فين يعني الفايلات دي هتتخطي فين عندي على المشين بتاعتي هنا فالسلاش تم بسلاش اه في الوم لو الديركة دي مش موجودة هو ايه هيكريتها اه بايدفولد اثناء طيب ممكن انا احدد هنا اكتب في الاول اللي هو الديفولد اف اس اللي هو بيبقى زي ما احنا فاكرين اه 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 كولن وبعدين اه 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 دبل سلاش وبعدين ممكن اكتب بتاعي او المشين اللي موجود عليها بتاعي لكن لو هو انا معرفه في الف اس خلاص مش محتاج اكتبه طيب هنا برضو بحدد الفايل اللي هيتكتب عندي الفايل بريفكس هيبقى طيب جميل جدا الفايل اللي هو دوت لوج اللي هو تقطة طول يعني البيريفكس ده اللي بيتكتب في الاول قبل الاسم طيب الانيوس بريفكس ده ده اللي هو اثناء عملية قبل ما قبل ما الفايل يحصل له او يبقى بيبقى متسمي في اوله اللي هو يبتبقى فاضية ما فيهاش حاجة بس هنا عملينها للتمييز شوية وبرضو اثناء عملية الصفكس بيبقى دوت تيمب دوت تيمب فايل ده بيبقى الصفكس اللي هو في الاخر او تقدر تقول بيبقى زي ما هنشوف الوقت في المثال وطبعا الفايل زي ما اتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده اثناء نقل وكتابة المعلومات فيه طيب خلينا كده نعدل اللي حقيقة انا جهزت كل حاجة يعني اختصارا للوقت هنشوف عندي انا عملت الوقتي فايل جديد اللي هو الجديدة اللي هي سبول زي ما احنا شايفين انا عدلت بس اللي هو السطور دي اللي هي بتاعة الخصائص بتاعة بتاعي وكله تمام وسيبت الفايل وزي طيب بعد كده هروح باعمل ايه هبدأ ارن بتاعي من جديد او ارستارو لازم طبعا ان انا ارن من جديد او ارستارو طب يلا مع بعض نعمل الحكاية دي هنا برن ايجنت زي ما احنا شوفنا قبل كده بعد كده طبعا هروح اكتب بقى فايل جديد فين في اللي هي السورس بتاعتي واشوف هيحصل ايه عندي في كده تمام الاجنت بتاعتي بدأ والسورس جاهز جميل جدا افتح ترمن الجديدة وابدأ اكتب الفايل بتاعي طيب اه هنا زي ما عملنا اه في المسال اللي قبل كده بكتب فايل جديد اه هدن فايل دوت فايل اتنين دوت تيكس مسلا ماشي بكتب جواه هلو في سطر واجين في سطر تاني وبعد كده الفايل ده بحطه فيه اللي هي السورس بتاعتي اهو تمام يميل جدا زي ما احنا شايفين ان اشتغل وبدأ ينقل عندي الفايل من السورس زي ما احنا شايفين هنا شايفين بيقول لي هنا كرياتينج الفايل الفلاني ده ازناها عملية البروسيسنج يبقى موجود عندي البريفيكس اللي الاندرسكور اللي احنا محددينها والصوفيكس اللي اه بيدفولت دوت تيم فايل طيب بعد كده لما بيخلص خالص الشغل بتاعه بيبدأ يسمي الفايل زي ما احنا شايفين كالاسم بتاعه اللي احنا محددينه اللي هو يبقى اه دوت لوج وفي الاول بتاعه اللي هو طيب ده موجود فين في اللي سلاش تيم بسلاش فيلوم دايريكتوري اه طب تعالوا نشوف نتأكد فعلا ان الفايل اتنقل في الهدف اس وموجود جواه مكتوب فيه اللي هو الهلو اه وفي سطر التاني اي اجين طيب تعالوا نروح كده على الهدف اس اللي سلاش تيم بسلاش فيلوم نعمل لها على طول للفايل اللي جوه نشوف هل هو موجود جوه ايه فعلا لقينا الفايل بتاعي اه موجود ومكتوب جواه هلو اجين وده اللي كان الشغلانة اللي عملها الهدوب اه او الفلوم ايجنت ممكن تايز بقى على حضرتك ده نفس الفكرة كده ايز بقى على ويب سيرفر عمال يولد لي اه كثير جدا وفايلات كتير جدا اه كل الشغلانة دي بياخد الفايلات دي بينيلها عندي على طول في في مكان المحدده وبعد كده ببدأ ان انا يعني اعمل على الموضوع ده وطبعا اقدر انا اقدر ان انا اسمي الفايلات اللي بتتنقل عندي باي اسم زي ما انا عايزه زي ما احنا شوف هنا النمبر ده اللي هو بيبقى بيتضاف لكن انا اقدر اعدل فيه ممكن اعدل فيه الاسم ده زي ما انا عايز بحيث ممكن اعمل له مسلا تواريخ او اعمله اه يعني اي حاجة الحقيقة ده كانت نقطة متوضحة في المسال اللي اتكلمت عنه في الحلقة اللي فاتت وقلت لحضراتكم يعني تشوفوه وتطبعوه عندكم في النقطة دي وازاي ان انا بسمي الفايلات زي ما انا عايز. وطبعا اه نقطة برضو تانية اتكلم عنها ان الفايل اللي هو بيتكتب ده عندي في الهدف بيفضل اوبن مفتوح اه يعني بعد الطرق اما اه بحدد المدة الزمنية من خلال اللي اسمها رول انترفل جميل جدا وهي بيدافل تبقى تلاتين سنية. طيب اه او بيفضل اوبن لحد ما يوصل اه للدفولت سايز بتاعه اللي هو اه كيلو بايت او الف اربعة عشرين بايت بعد كده بيتقفل اه ده طبعا اه اه الاسايز ده ممكن ان انا احدده من خلال البروبرت اللي اسمها رول سايز اه او ممكن ان هو يفضل مفتوح لحد ما يتكتب فيه عدد معين من الايفنس باي ديفولت بتبقى اه عشرة ايفنت او ممكن احدد ده من خلال اللي اسمها اي ازا اي ازا اي واحدة من الكريتيريا دي اه حصلت او اتحققت الفايل بيبتم بعد كده بيحصل عملية طيب طيب احنا مش محددين عندنا هنا في الفايل بتاعنا البروبرت اسم بتاعاتنا الكلام ده زي اقول لو احنا شايفين هنا عندني بقول لنا اه بعد كده 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 يعني بعد اما ده يخلص اللي هو بايدفل تلاتين ثانية اقدر ان انا افتح الفايل اه واشوف ايه اللي جواه يعني بيبقى لسه في عملية او اللي هو بيبقى لكن بعد ده بيبقى وبيبدأ ياخد اللي انا محددهم ليه وبيبقى وكده تمام اقدر ان انا اعمله كات واشوف ايه جواه او اعمل عليه طيب لو الفايل انا محدد ان هو يتقفل مثلا بعد بعد عشر بعد ما اتكتب فيه مثلا عشر ايفنتات اتكتب فيه عشر ايفنتات هيحصل ايه هيحصل له الحاجة اللي هي بيسموها يعني اقفل ده او طوي كده اتو الفايل ده واركنه على جنب وافتح لي فايل جديد وابدأ يكتب فيه وهكذا كمان ان هكتب الفايلات اللي هي بتكتب عن طريق الفلوم ايجنت باستخدام اليوزر اللي بيرن ايه الفلوم ايجنت يعني انا هنا امير مثلا امير هنا يعني هيكون اللي بتكتب الفايلات في دي هو امير طيب جميل جدا لو عاوز اغير الموضوع ده ده ممكن احدده من خلال اللي باسمها ان انا بعمل لها بقيمة معينة او اسم معين او يوزر معين فالحتة دي بتتغير وبيبدأ الفايلات بتتكتب باسم اللي هو انا محدده في ممكن حد يسأل ويقول طيب الوقت انت عملت اقول لي اعملت اذكر كتيرة جدا طب انا احفظ الكلام ده ولا احفظ الكلام ده لا الحقيقة انت حضرتك ما تحفظ الكلام ده ومش محتاج تحفظه بس انت تبقى عارف انها موجودة وتبقى عارف ازاي تستعملها يعني انا مش حافظ الكلام ده يعني الكلام ده موجود كله في بتاعت ممكن حركة تخش عليها وتبدأ تشوف اللي موجودة عندك بتستخدمها ازاي بتتخدمها في الفكرة انك مش هتحفظ ما في المجال بتاعنا ده ما ينفعش تحفظ المهم تبقى فاهم وازاي تعرف تستخدم الحاجة المعينة في الحاجة المناسبة لها او في المكان المناسب لها طيب بعد كده نتكلم عن الحقيقة مفهوم عندنا زي ما استعرضنا قبل كده وهو اننا بجزة الداتة اللي عندي يعني ايه لبلشات كده او اجزاء معينة بحيث اننا قدر عمل عليها بطريقة اسرع او اعلى. طيب جميل هنا ازاي بقى لو انا عندي دلوقتي او 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 عندي ايه كمية كتيرة جدا موجودة طيب ازاي انا عمل لها الحقيقة ممكن اعمل لها من خلال مثلا يعني انا كنت باخد الفايلات كلها بخزنها فين طيب احنا شايفينه قدامنا هنا هو عمل حاجة جميلة جدا هنا ايه بدل ما يعمل لا اعمل ايه كمان ضاف كمان على ده وخلال اللي هو ايه بتبقى باليير والمونت والديي يعني يعني مثلا الفايلات او اللي بتحصل عندي النهاردة هتسجل فين بتاع التاريخ النهاردة طب البتاعة بكرة هيبقى في تانية بتاريخ بكرة وهكذا يعني ده متغيرة والشهر اللي بعده هلاقي ايه بتاع المونت تغيرت وهكذا فبالتالي انا قسمت عندي اللي بتجيلي في على حسب الوقت بتاعها اللي هي جاية في عندي طبعا بعد كده بقى هيسهل علي انا مثلا عاوز اعمل على مثلا البيانات بتاعت شهر كزا فوقم داخل على طول على بتاعت الشهر الكزا واعمل الايه بتاعت على سنة كزا نفس الكلام فده طبعا اسهل واسرع بكتير مننا يبقى عندي كل الفايلات موجودين في واحدة واقعد بقى ايه اقعد عمي علم بقى عشان اجيب الفايلات اللي هي بتاع ده الشهر الفلاني ومعرفش ايه لا ده طبعا بيسهل علي كتير جدا وطبعا في فيه تانية اكتر ممكن انا يعني اقسم باستخدام الساعة وباستخدام كمان يعني لو لو احتاجت الموضوع ده طيب هاي الوقتي اللي ده هيتكتب فيه ماشي انا عندي مثلا جاي للنهاردة او جايلي في الساعة الفلانية هيتكتب في بتاعه اللي هو متحدد سواء بقى بالساعة برقم الساعة او بالرقم اليوم مثلا او بالمونت او كده طيب ده من خلال التايم استام بهدر التايم استام بهدر ده انا بضيفه على عشان اعرف هل ده هيروح الايفنت ده هيروح في انهي هيروح في انهي او انهي طيب جميل جدا ما بتبقىش موجود فيها الهدر اللي هو التايم استامب ده لكن الحقيقة انا بضيف التايم استامب ده من خلال حاجة اسمها الانترسيبتورز اه ايه الانترسيبتورز ده بص يا سيد دي حاجة كده بين يعني في مرحلة مرحلة او موجودة بين السورس وبين الشانل دي بتعمل ايه بتبقى مسئولة ان هي تعدل تعدل او يعني او تدرب الافنتات في طريق انتقالها من السورس للشانل واضحة النقطة دي الانترسيبتورز بتبقى موجودة بين السورس والشانل بتتعدل على الافنتات يعني ايه الافنت الوقتي خارج عندي من السورس رايحة عن الشانل انا عاوز اضيف عليه مثلا بضيف عليه التايم استامب هسميه مثلا في الاول كده اضيفه في اسمه التايم استامب، ففي المرحلة دي بتحصل اه اه موضوع الانترستيبتورز ده فبابدأ اه اما يجي انتقل عندي من السورس بوضيف عليه التايم استامب وبعدين اوديه على الشانل وبعد كده عم يبدأ ايه انقله للسينك اوعمل علي اي بروسيسنج اوعمل فيه اللي انت اه عايزه. طبعا بضيف موضوع الانترسيبتورز دا على السورس عندي. لان هو اللي بيبقى موجود في من خلال اهو انا بحدد واحد عندي بقول له مثلا بعمله واحد. آآ ممكن طبعا اعمل عندي كزا ويعمله كزا حاجة. آآ يعني آآ متاح جدا. طيب وبعدين هنا بحدد الطيب بتاع اللي هو طايم طيب هالجد. وزي ما قلنا ان الموضوع ده بيبقى مفيد جدا اثناء عملية على لو انا عاوز اعمل على فترة معينة من الزمن او فايلات او آآ حصلت عندي في فترة معينة من الزمن ده طبعا بيسهل علي آآ كتير جدا. ايضا في نقطة مهمة قبل ما نخلص من الجزية دي اللي هي بتقول ايه مجموعة بيقولوا ايه لو انا عندي كزا جميل جدا في موضوع الوقتي احنا قلنا بتعمل تايمستامب والايفن تخارج منين خارج من الصورس وراح للشان طب يعني معنى كده ان هو لسه اصلا ما تكتبش في بتاعي طب جميل جدا لو عندي كزا ابليكيشن وكزا ايجنت ومعرفش ايه وكده فيه من الفلوم ايجنت ده ما نتكلم بعد كده يعني طيب يعني هيبقى فيه فرق برضو في الوقت من الايفنت يتنقى يخرج من الصورس انا عملت له تايمستامب وهيروح يتكتب بعد شوية في بتاعي طيب انا عاوز اعمل له تايمستامب برضو وهو بيتكتب بقى في يعني ده تبقى نقطة مهمة برضو يبقى في فرق عندي اقدر افرق بين وبين في بتاعي ده ممكن اعمل الحتة دي من خلال على عليه بقى على الاتش ديف سينك مش على الصورس اللي هي بتبقى ودي بيبدأ يضيف تايمستامب على الايفنت وهو بيتكتب في الاتش ديف اس سينك طيب بعد كده نتكلم عن الفايل فورمات طيب الفايل فورمات يعني انا هخزن الفايل في السنك عندي على شكل ايه المسألة احنا عملنا من شوية كنا مخزنينه كتيكست وكنا محددين الفايل طيب اللي هي ده يعني انه اننا بخزنه. الحقيقة ممكن ان اخزنه على هيئة صور تانية. ممكن اخزنه مثلا ويبقى ووفرت حاجات كتير جدا. طيب خلينا نقول مسلا ان لو انا ما حددتش عندي هو هيتم تخزين يعني ايه يعني هيبقى عندي هيبقى عندي عبارة عن ايه? هتبقى هي الطايمستامب اللي عندي او والواليوز هتبقى هي بتبقى عندي بتبقى 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 انا نسيت اقول ان كي بتبقى 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 ممكن انا احدد اللي بتبقى ممكن اخليها ودي ان انا ممكن احددها من خلال برضو اسمها . و هيكتب هيبدأ يخزن عندي . طيب انا مش عادة اخزنه يا سيدي مش عادة اخزنه ممكن اخزنه . برضو نفس الكلام بحدد الفايل طيب بخليه بس اخد باله. لو عملته بس كده هيخزنه. لازم اضيف معها حاجة اسمها. لازم اللي اسمها دي احددها عشان يبدأ انه يخزن الفايل ده. . طيب جميل جدا عاوز يعني زيادة الخير خيرين والبحر يحب الزيادة والبركة وكده ممكن ان اعمل كمان ده من خلال مسلا بحدد عندي . انا اتكلمنا قبل كده عن موضوع ده بحدد الكودك اللي انا عاوز اعمل من خلاله. يعني كل دي طرق كل دي طرق يعني بتحسن لي يعني او بتوفر لي في البرفورمانس وبتوفر لي في المساحة ويعني وبتصرع لي الشغل بتاعي يعني حاجة زي الفل جميل جدا ويفضل ان انا الجأ للموضوع ده واستخدمه الا اذا في حالات خاصة بحتاج انا اغير الموضوع ده او خليه اه 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 ازيبها زي ما هي. والحقيقة الكم سطر دول اللي موجود عندنا بتكلمه لو انا عاوز يعني مثلا يعني اعدل شوية في الافرو سكيمة اللي انا بخزن الفايل يعني من خلالها ده طبعا الحقيقة احنا فوتنا شابتر كده ما تكلمناش عنه ولو هو الافرو والحقيقة مش عايز اخش فيه واشرح الكم سطر دولات لانهم ممكن يبقوا معقدين شوية او مش واضحين اه لان احنا فوتنا الشابتر بتاع اه الافرو والشرح اه بتاعه. طيب نيجي بعد كده لموضوع الفان اوت. الفان اوت بكل بساطة جدا ان انا السورس بدل موديه للشانل واحدة لا انا هاخد من السورس عندي اودي الكازة شانل جميل جدا والكازة شانل بقى تقدر توزع الكازة سينك طيب هاي الجد في المثال اللي عندنا ده خلينا نشوف هنا هو هنا عندي سورس واحد طبعا اهو سورس واحد مسميه سورس واحد وعنده محدد عندي اي بقى كاذا سينك وكاذا عندي اول حاجة محدد اتنين شانل شانل واحد وشانل واحد ايه وشانل واحد بيه بيبقوا بيبقوا يعني ايه ممكن ان انا اعرف كاذا سينكس بينهم بس ايه اه مسافات كده يعني طيب والشانكس نفس ايه الكلام شانك ايه واحد بي وواحد ايه طيب هاي جميل جدا ببدا هنا بقى بعد كده هو ربط بيربط بالسورس. جميل جدا ربط بالسورس. وبعد هنا بيربط بالسينك. طيب هاي. طيب بعد كده هو هنا ايه? ببدأ يعرف كل ايه? بالخصائص بتاعه. بيبدأ عندي هنا السينك الاولاني. اه ماشي. والسينك التاني. السينك الاولاني اللي هو. والسينك التاني اللي هو. الطب جميل جدا. وطبعا عندي هنا الميموري اللي هي بتاعة محددها هنا. عفوا بتاعة نوعها بتاعة محددها اللي هي فايل. يعني تقدر تقول كده في المسالين اللي احنا اتكلمنا عنهم في الحلقة دي والحلقة اللي فاتت. عمل دمج كده بين الموضوعين ده اللي بياخد من سورس واحد. يودي على ويودي برضو على ودي حاجة كويسة جدا. وده في هنا بيوضح لنا الموضوع ده. يعني حاجة جميلة جدا. هنا عندي سورس واحد. هاي لهو. ده بياخد من السورس عندي. بيودي لاتنين شانل واحد ايه واحد بي. وكل واحد فيهم بيودي لسينك. الاول عندي ويعني الموضوع زي تمام. وهنا الكنسل وهنا اللي بشوف من خلالهم بتاعي. طيب جميل جدا. بعد كده نخش على. طيب اتكلمنا في بداية الحلقة ان ان العم عمينا ده. يعني بيستخدم دي عشان يتأكد من نقل الايفنتات او كل باتش او كل يعني. كل باتش بيبقى في مجموعة بيستخدم عشان ينقلهم من سورس للشانل او من شانل لسينكة وكزا. طيب بيستخدم ايه? عشان ينقل الباتشات دي. طيب هاي. في في المثال السابق اللي عندنا ده. هو هنا هنا هيستخدم عندي اتنين يعني الاولاني عشان ينقل من السورس للشانل الاولانية والتاني عشان ينقل من السورس للشانل التانية. طيب منطقة جدا. طيب اه هاي. طيب افرد يا سيدي في اه عملية ترانزاكشن فيل. ترانزاكشن من دول فيل. ما حصلش. يبقى هيفضل او الترانزاكشن ده. الباتش ده هيفضل موجود في السورس. لحد ما يحصل له. يعني ايه? يحاولوا ان هو يحطوه في الترانزاكشن مرة تانية. مثلا لو كانت الترانزاكشن مجغولة او مليانة او كده. طيب هاي. طيب يا سيدي افرد انا يعني انا يكفيني مثلا يعني واحد. الحقيقة مثلا انا لو ايه? ممكن احدد الترانزاكشن كاوبشنال يعني ايه? يعني مثلا انا اه مش مهتم اوي بنقلة المعلومات او الابنتات من خلال الترانزاكشن دي. بس هي موجودة برضو. بس يعني اوبشنال. ده في حالة مثلا لو ايه? لو حصل في الترانزاكشن التاني. فممكن انا اخليها اوبشنال. هنشوف ازاي كمان اه ثواني. طيب يعني ايه? انا الوقتي لو عندي اعملت هنا. على اه الاولانية. وجميل جدا والترانزاكشن خلص وزي الفل واللي انتات انقلت. طيب. وانا باني الترانزاكشن التاني حصل مشكلة في الترانزاكشن التانية. طيب. وانا محددها اوبشنال. انا محددها وحصل فيها طيب لما لو بعد بقى اما والفلير داي الصلح هكمل بقى مش هعمل تاني خلينا نوضح النقطة دي يعني ايه تاني بصورة اوضح شوية الوقتي انا حددت مثلا اللي اللي فوق دي خلينا مع الايه مع اللي فوق دي هحددها جميل جدا هاي طيب هاجي الوقتي انا عمل ايه على ايه التاني خلص التاني حاجة اعمل على اولانية حصل جميل جدا حصل طيب بعد اما يصلح ايه اللي هيحصل ده مش هيتعد مرة تانية ايه مش هيتعد مرة تانية ايه ولا ان المحدد وبالتالي في واحدة حصلت في خلاص اللي مش محتاج التانية طيب افرض يا سيدي وانا قبل منقل انا جيت بنقل الاولاني وبنقل التاني حصل في الاثنين حصل في الاثنين هيه حصل في الاثنين بعد ما اقوم مش هيعمل بقى مش هيعمل زي الحالة الاوليني لا ده هو برضو هيحاول يريكم مت الاثنين زيهم المرة تانية حتى لو في واحد فيهم ارجو اتمنى ان تكون النقطة دي واضحة وبرضه ممكن حضركم تقرأوا ايه الكام ساتر دولت هيوضحوا الدنيا اكتر لو الشرح مش مش واصل اوي يبقى لو حصل فيها فلير يعني لو 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 حصل فيها فلير وترانزكشن عندي اه تمام يبقى مش محتاجها ومش هكررها تاني طب لو حصل عندي فلير عام على كل الاتشانلز لا ده انا هبدأ اريسا بمتها مرة تانية او اعمل لها مرة تانية طيب طبعا وزي ما قلنا ان احنا ممكن احدد من خلال اسمه على بتاعي يعني اذا ما احنا شايفين كده المثال ده بحدد او اللي عندي بتبقى ايه هي اللي هتبقى اللي موجود عندي بيتبقى طبعا زي ما قلنا بتبقى والحقيقة اه كتطبيق على موضوع الفان اوت ده او ان انا يبقى عندي السورس واحد بيوزع على كزا تشانل في حاجة اسمها النير يعني ايه انا الوقتي اه عندي مسلا سورس او او افنتات موجودة في سورس هوزعها فين اه هوادي هوادي هواديها للشانل الاولى هواديها مسلا في والشانل تانية اواديها فين اواديها مسلا على حاجة زي سولر سينك سولر سينك ايه واللي سيرش انجن اللي انا عارفينه بتاعت ابتش اه طيب ومن خلال بقى السينك ده السولر سينك والبروبرتس بتاعته بقدر ان انا اعمل ترانسفورمس كده على الفلوم ايفنس دي واستخرج منها بعض البروبرتس او المعلومات وبعدين اخزينها يعني من الاخر بعمل عملية انديكسينج للفايلات انديكسينج للفايلات يبقى وديت مجموعة مودة مرة على ومرة على وعملت عليهم شوية في وخزنتهم في ملفات بحيث ان هم يبقوا مدحين عندي في عملية ده طبعا بيسموها لان الموضوع ده بيبقى تقريبا بيتم في خلال ثواني هو بتظهر معي يعني بطريقة سريعة جدا والطبيعي الحقيقة عندنا في موضوع الفان اوت ده اللي احنا اتكلمنا عنه ان كل اليفنتات اللي عندي يعني مرة هتروح للشن الاولى ومرة هتروح للشن التانية كل اليفنتات لاحظ من كلامي ده كل اليفنتات هتروح مرة للشن الاولى مرة للشن التانية طب افرد انا عندي مجموعة افنتات كده عاوز اوديهم للشن الاولى ومش عايز اوديهم للشن التانية والعكسة صحية ده طبعا بيتم من خلال حاجة اسمها على بحديده طبعا بديفين يعني ايه ايه هو شكل الايفنت او الهيدر بتاع الايفنت لو لو لقيته ده وديه على لو لقيت هيدر تاني او شكل معين من الايفنتات وديه على فانده طبعا يعني بيحسن شوية برضو في البرفورمانس بتاع فلوم وبيبقى يعني ايه يعني بيخليه موضوع بقيق شوية في ان انا اقدر امانيبولويت بتاعتي او العمليات بتاعتي طبعا في الفلوم في معلومات اكتر عن الموضوع ده او ازا اعمل ملتبليكسنج واحدد اي ايفنت يروح لاي اي اتشانل فاكتفي بهذا القدر في الحلقة دي اتمنى يا رب نكون يعني قدرنا نوضح بعض الجزئيات في فلوم لحضراتكو يعني وكل سان طويبين بمناسبة رمضان وعذرونا برضو يعني الامتحانات يعني شغلانا شوية الايام دي الحقيقة فالحلقات زي ما قلنا ما بتبقاش نازلة على اليوتيوب بطريقة يعني متتالية اوي فان شاء الله زي ما قلنا هنتحدث اكتر عن موضوعات تانية كتير في الكورس ان شاء الله يا رب نتقبل منا واياكم يعني ويزدنا علما واياكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته